طيب خلونا بقى نروح نتكلم على كلام مهم قوي انك انت تبقى عارفه مفيش حد في مصر ولا في العالم بالمناسبة ما بيتكلمش على الاوضاع الاقتصادية في العالم الكل يعلم جيدا قاصيا كان او دانيا انه فيه اوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة واحدة من اصعب الازمات الاقتصادية اللي مرت على العالم اللي لم تكن الاصعب على الاقل خلال 40-50 سنة فاته وهي بالفعل الاصعب بالمناسبة والتوقعات بتاعة الاقتصادات العالمية للعالم كله تم خفض توقعات نموها يعني اللي كان متوقع له ينمو مثلا بنسبة 10% ما بيش حاجة 10 يعني بس هينمو لا ده هينمو 5 اول 5 هينمو 2.5 حاجات شديدة الصعوبة ورغم خفض توقعات نمو اغلب الاقتصادات العالمية واخد بالك دي حاجة مهمة صندوق النقد الدولي هيئة مالية اقتصادية دولية تتوقع ايه بقى عشان احنا بنتكلم هنا على اقتصادنا تتوقع انه مصر والان شاء الله اولا تبقى رابع اعلى معدل نمو فين وسط اهم الاقتصادات العالمية لسنة عشرين تلاتة وعشرين طيب تعال نشوف المركز الاعلامي المجلس الوزراء مشكورا يوفر علينا احيانا جهدا لا اغلب الوقت جهدا كبيرا من البحث والتقصي الناس بمركز الاعلامي تقعد تشتغل بشدة وبضروة وبقوة وبمنتهى الشراسة الايجابية عشان يطلعوا كل الحاجات الممكنة المتعلقة بالتقرير اقتصادية وغيرها وبيتفضلوا علينا مشكورين بيبعثوا لنا الحاجات اللي زي كده نقعد نقرأها علشان نفهم ونبدأ مع حضراتكم نفهم سوا ونشرحها بالراحة هتلاقي الانفو جراف العرض المعلوماتي بيصلت الدوق على ايه؟ بيصلت على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع اعلى معدل نمو وزي ما كنت بقولك في وسط اهم الاقتصادات العالمية العشرين تلاتة وعشرين تعال نبص مع بعض على سلايد اللي حضرتك شايفها قدامك على الشاشة وهتلاقي اهو صندوق النقد الدولي واخبالك صندوق النقد الدولي بيقول ايه بقى؟ بيقول الاتي بيقول انه مصر هتحقق رابع اعلى معدل نمو في الاقتصادات العالمية وبمتوسطات نمو يعني فيه ارقام متوسطات نمو شديدة الوضوح ايه لعنيك تلاقي ايه بص يا سيدي ادي معدلات النمو المتوقعة لسنة عشرين تلاتة وعشرين تعال كده نشوف فرنسا واحد في المية المانيا صفر فاصل تمانية من عشرة في المية المانيا دي رابع اهم واقوى اقتصاد على مستوى العالم واقتصاد اوروبا رقم واحد طيب ايطاليا صفر فاصل سبعة من عشرة في المية كندا واحد وتمانية من عشرة في المية الولايات المتحدة معدل نمو واحد في المية حلو انت واخد بالك انا بقولك على ايه انا عمل بنائي انا مخدتلكش مثلا انا اقولك ايه وان كانت الارجنتين عاملة معدل نمو حلو بصراحة تلاتة في المية ما جيتش اقولك مثلا انت عالا بصوا على اقتصاديات كده شبهنا ادينا او اقتصاديات ناشئة زي ما بيتقال يعني بالتعبير الاقتصادي علميا لا ده انا بقولك على اقتصادات كبيرة وهمة زي ما ذكرنا المانيا فرنسا ايطاليا كندا الولايات المتحدة الامريكية طبعا الهند ما شاء الله محققة ستة واحد من عشرة حاجة عظمة على عظمة الصين اربعة وستة من عشرة مصر فين يا عم يوسف اقولك عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة توقعات النمو بتاعت مصر لسنة عشرين تلاتة وعشرين اربعة وتمانية من عشرة في المية اذكرك جيدا جيدا بكلام لفخامة الرئيس في بداية هذه الازمة اللي بدأت بقوة جدا في 24 فبراير مع اعلان الحرب اللي حصل في اوكرانيا وروسيا وايضا العديد من التصرحات لفخامة الرئيس في الفترة ما بعد ذلك على انه احنا عاملين حسابنا واخدين استعداداتنا وعارفين هنعمل ايه والدنيا هتبدأ تهدى بالراحة او بالاضق زي ما قال الرئيس هتبدأ تهدى بالتدريج على الاقل عندنا في اقتصادنا طيب طلع العيل بتاعت الاخوان ومن شابههم ومن يسير على نهجهم وشككوا في هذا الكلام وطلعت ناس تانية قالت لك لا 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 ده مصر عندها أزبة كبيرة جدا ده مصر خلاص ايه الحق؟ انا شفت حد والله كاتب قالك ايه بقى؟ مش كاتب يعني كاتب واحد كاتب يعني كده بوست تافه زيه قالك يا جباعة مصر خلاص كده مهددة بالإفلاس فييجي تلاقي معدل النمو المتوقع اربعة وتمانية من عشرة في المية هو ده معدل النمو المتوقع اللي خارج مثلا من وزارة المالية او وزارة التخطيط او البنك المركزي او مركز من مراكز البحوث الفكرية والاقتصادية عندنا في مصر ولا ده كلام صندوق النقد الدولي لا ده كلام الصندوق النقد الدولي تعال نشوف الصفحة اللي بعد دي ايوا صفحة رقم اتنين بصنا سيدي بقى معدل النمو الاقتصاد المصري توقعات ابريل خد بالك اتنين وعشرين خمسة وتسعة من عشرة توقعات يوليو اللي لسه خلصان ده بقاله اربعة وعشرين ساعة خمسة وتسعة من عشرة ايضا يعني مفيش اهتزاز في معدل النمو في حين انه بالمناسبة يعني هتيك تقول اسم معدل النمو يحسب بالربع السنوي او نصف سنوي او سنوي هقولك صح لكن في حالات الحروب والازمات الاقتصادية الضخمة لو صح التعبير الازمات الاقتصادية الامامية اي التي تعصف بامم العالم او العالم المعروف كوكبنا الازرق اللي بيحصل لا ده نبئس بجد كل شهر واحيانا قد اضطر للقياسات الاسبوعية لما بتحصل ازمات طيب بص معدل النمو العالمي وبالمناسبة الاقتصادات اللي احنا كنا بنعرضها لكو دي بتشكل تقريبا 83% من معدل الناتج الاجمالي للاقتصاد العالمي طيب بص بقى معدل النمو العالمي عامل ازاي هو مقدار خفض التوقع تقريبا 0.4 من 10 نقطة مئوية حلو في 22 او بالتحديد في ابريل 22 النمو العالمي كان 3.6 من 10 يستمر في الخفاض ليصل الى يوليو خد بالك 3.2 من 10 يعني بينخفض على مستوى العالم عند مصر لو خدت بالك من ابريل ليوليو المعدل بتاعك 5.9 من 10 سابت معدل الاقتصادات النشأ والاقتصادات النمية احنا اقتصاد ناشئ مش نامي حلو طيب الاقتصادات النشأ 3.8 من 10 في ابريل وينخفض ل 3.6 من 10 ده على الاقتصادات النشأ ككل المتوسط العام بالنسبة لي انا مصر مصر مقدر خفض التوقع صفر لان انا سابت على الخمسة وتسعة من 10 بتاعتي بص الاقتصادات المتقدمة اقتصادات المتقدمة انت بكلمك على المانيا بكلمك على كندا بكلمك على المتحدة الامريكية بكلمك على الصين بكلمك على الهند اقتصادات حدس ولا حرج يعني دول عمالقة ماشي مقدر الخفض 0.8 نقطة مئوية فتلاقي انه في ابريل كان 3 و 3 من 10 والخفض يصل الى ان احنا نوصل في يوليو معدل نمو الاقتصادات المتقدمة كبيرة جدا دول عمالقة العالم دولار و يورو يوان روبيا 2 ونص في المية شوف بقى معدل نمو منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا على رأي فؤاد المهندس الله ارحم و الحوافريت اللي هو انا احنا يعني في معدل خفض هو 1 من 10 في المية فتلاقي ان الاقتصادات في المنطقة بتاعتنا شمال افريقيا والشرق الاوسط خانت 5 في المية و انخفضت حتى 4 و 9 من 10 بس مصر في حالة سباتة معناه ايه الكلام ده تعالي نقلع الصفحة اللي بعدها معناه ايه عندك اي تفسير منطقي علمي يقول غير ان انت اقتصاد اقتصاد محترم اقولكش اقتصاد قوي ونحن اللي مش عارق خالص بس احنا اقتصاد عرف يتعامل مع الازمة من قبل الازمة اي اقتصاد مش هقولك بقى توقع الازمة لا يا سيدي ما توقعهاش اللي توقع ازمة اوكرانيا ولا حد كان يتوقع ازمة الكورونا لكن احنا اقتصاد القائمين عليه وخلق استراتيجية لهذا الاقتصاد وما نطلق عليه كده بالعلم يقولك الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري احنا عملنا حسابنا على ايه مش على الازمات احنا عملنا حسابنا على ما تطلق عليه قفزات احنا ما كانش هينفع نجري بص يا مولانا قبل بابدأ بس انا قاسف انا عارف ان انا بجري بسرعة او يعني شوية بطول عليكم انا عارف علشان الهزم بص بقى دلوقتي انا ناس قعدنا البلدي ما تحركتش من مكانها خمسين سنة على كل الاصعيدة الممكنة بحس علمي في اقتصاد بلاوي ماشي خمسين سنة العالم كان بيجري خلال خمسين سنة دول وعلى رأي سعيد وصحبك اعزل احنا فينا عاملين كده بنتفرج مساهمين ليه معرفش او عارف بس مش ده وقته او اظن بس مش ده وقته ماشي انت دلوقتي محتاج مش تجري مش هتحصله اقفز طير فعملت كم اصلاحات هيكلية مهولة تاني ولا في الخيال كان حد يتصور انه في 8 سنين تعمل اللي يخليك اقتصادك ثابت على معدل نموه في ظل ازمة اقتصادية بتضرب العالم وبتضرب الاقليم اللي انت موجود فيه وانت ثابت تعال نشوف الصفحة التالتة تعليقات تقرير صندوق النقد ال اسف اه ابرز تعليقات الصندوق حول اداء اقتصاد المصري من بداية الازمة والحد دلوقتي اجواء قاتمة واكتر ضبابية على الاقتصاد العالمي اشهادها العالم في 22 بعد تعافي مبدأي خلال 21 عشان موضوع الكورونا وطبعا كان التوقعات الانكماش اللي حصل بالفعل في الناتج العالمي خفض توقعات النمو في كبرى الاقتصادات اتكلم اكلمك على الاقتصاد العالمي مش لسه المصري في كبرى اقتصادات المتقدمة بواجه العام في 22-23 خفض النمو ارتفاع معدلات الديون وبتشير الاوضاع العالمية الى وصول الدين الى مستويات حارجة في الاقتصادات النشأة والاقتصادات النامية من عند انا انت لازم تعرف حجم الدين في امريكا عامل ازاي لانه بقى مخيف مخيف ازمة الغذاء تفاقمت كما جرت العادة وده جزء من التعليقات اللي قالها السندوق طباطق طباطق اسف نمو التجارة العالمية خلال 22-23 بواتيرة عالية الا انه تيجي على قناة السويس وتلاقي الله اكبر ومشاء الله والحمد لله معدل المرور عندي زايد معدل الحمولات زايد عدد السفن زايد اراداتي زايدة بشكل تاريخي ورفع توقعات التضخم العالمي على اثر تدعيات الازمة الروسية الاوكرانية عشان كده بتمنى من ربنا انا مش عايز حاجة تحصل في بحر السين الجنوبي انا تعبت انا تعبت كاقتصاد ويمكن تعبتوكم معايا كمشاهدين وانا احبا حاول اشرح لكم بسرعة تعالي ناخد الصفحة الرابعة اخيرا عشان زا ما حتكم عارفين عندنا اللقاء وحلقة شديدة الاهمية بص بقى على مصر مارس 22 في ظل تأثير تدعيات الازمة على الاقتصاد المصري خبلك من الجملة بقى دي بالاحمر ايه الاجراءات التي اتخذتها مصر هي خطوات جديرة بالترحيب بتوسع نطاق الحماية الاجتماعية ومزلتها وبتخلق مرونة في حركة اسعار الصرف انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المستوى المتوسط وتحقيق فائد اولي تقريبا اتنين في المية كان بيحصل امتى ده مولينا تعالي نروح لدينا تجربة ناجحة للغاية مع مصر تعالي نروح على الجملة بتاعنا نتوقع ان تنخفض معدلات البطالة الى ستة وتسعة من عشرة بعد ما كانت وصلت في واحد وعشرين لسبعة وتلاتة من عشرة يعني انا بخفض معدلات البطالة يبقى انا بخلق فرص عمل اعلى يبقى انا بخلق ناتق قومي اجمالي اعلى قدرتي على سداد الدين يا استاذ ياللي بتفهم اعلى ده لو بيفهم ويوجه فريق صندوق النقد الدولي الشكر للدولة المصرية على منقشته من الصريحة والبناء نشجع على المضي قدما فهناك حاجة لاحراس تقدم حاسم باصلاحات اعمق اسمع كلمة اعمق مش اشرس اعمق اعمق يعني مصلحتك على كل ينتهي حديثنا الاقتصادي عند هذا الحد في هذه الحلقة هيكلنا حديث اقتصادي في الحلقات اللي جاية ترجمة نانسي قنقر